وعلى هامش اجتماعات مجلس محافظ البنك المنعقدة التقر الرئيس السيسي رئيس مجلس إدارة البنك الأسيوي للاستثمار السيد جين ليتشون وخلال اللقاء أكد الرئيس السيسي تقدير مصر للعلاقات المتميزة مع البنك خاصة في ضوء الدور المهم الذي قام به خلال السنوات الماضية كشريك لمصر في العملية التنموية استقبل السيد رئيس عبدالفتاح السيسي بمدينة شرم الشيخ السيد جين ليتشون رئيس مجلس إدارة البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحدية وذلك على هامش اجتماعات مجلس محافظي البنك المنعقدة في مصر وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن السيد الرئيس أكد تقدير مصر للعلاقات المتميزة مع البنك الأسيوي خاصة في ضوء الدور المهم الذي قام به خلال السنوات الماضية كشريك لمصر في العملية التنموية وهو من عكس في استضافة مصر للمرة الأولى لاجتماعات مجلس المحافظين للبنك معربا عن التطلع لاستكشاف مزيد من مجالات التعاون مع البنك خاصة في مجالات النقل والطاقة النظيفة ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر من جانبه أعرب رئيس مجلس إدارة البنك الأسيوي عن تشرفه بلقاء السيد الرئيس موجها الشكر لمصر على الاستضافة الناجحة لاجتماعات مجلس محافظي البنك والتي تتم للمرة الأولى في أفريقيا مؤكدا اعتزاز البنك بعلاقات التعاون الوطيضة مع مصر ومؤسساتها المالية المختلفة ومشيدا بالتجربة المصرية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة ومن ثم حرص البنك الأسيوي على مواصلة تعزيز المحفظة الاستثمارية في مصر خاصة فيما يتعلق بتمويل مشروعات البنية التحتية في مختلف القطاعات الحيوية وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد مناقشة الجهود الجارية لإصلاح منظومة التمويل الدولية ودور البنوك التنموية متعددة الأطراف في تعزيز قدرة الدول النامية على مواجهة تحديات الاقتصادية العالمية اشتركوا في القناة